من الأخبار اللي شغلت الناس بكوة على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت كان الخبر اللي نشرته وكالة ناسا واللي بيكلم عن كوايكب مفقود بيهدد حياة البشر على سطح الأرض الوكالة قالت انه الكوايكب ده حجمه مخيف جدا وأول مرة رصدوه كان من 16 سنة فاته ومن وقتها هم بيتبعوا مصاره وبيشوفوا هو ممكن يضرب الأرض في أي نقطة بالزبط وبحسب الخبر اللي نشرته صحيفة ميرر قالت وكالة ناسا ان الكوايكب المفقود هيقترب من الأرض أول مرة يوم 3 أكتوبر 20-24 وقالت برضو انه بالرغم من احتمالات استضامه بالأرض ضعيفة جدا إلا ان الوكالة بترقبه بكل دقة لأنه هيكون قريب جدا من مدار الأرض وخصوصا حجمه كبير جدا زي ما قلنا تقريبا بنفس حجم الكوايكب اللي ضرب الأرض من ملايين السنين وتسبب في انقراض الديناصورات